الحقيقة أنا برضو عايز أبارك لفريق كرة اليد الندي الأهلي النهاردة تغلب على فريق الخليج السعودي واحد من أقوى وأهم الفرق أو يعني عنده محترفين جمدين جدا الحقيقة في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس لبطولة كأس العالم للأنداء لكرة اليد تغلبنا على الخليج السعودي خمسة أربعة برمايات الترجيح وده طبعا بعد ما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 30-30 في مباراة الحقيقة ماراثونية وكالعادة جمهور النادي الأهلي اللي حضراتكم شايفينه هو البطل الحقيقي لهذه المباراة الحقيقة لأنه مباراة طويلة جدا لدينا نتعادل فيها مع نادي الخليج زي ما قلت لحضراتكم نادي الخليج معاه تلاتة أو أربعة محترفين على أعلى أعلى مستوى رجال النادي الأهلي بقيادة مديرهم الفني ديفيد ديفيز قدروا أن هم يحسموا المواجهة لصالحنا في نهاية هذه البطولة ونهاية هذه المباراة مباراة رائعة لحيقدمها النادي الأهلي باستثناء مباراة برشلونا يعني طبعا دايما برشلونا ده بالمناسبة بطل العالم واحد من أهم وأقوى الفرق في العالم تجربة كويسة جدا نحن نقابل برشلونا في تلاتة أربعة شهور مرتين يعني أعتقد أن هي تجربة كبيرة جدا ومفيدة جدا مرة وديا ومرة في كاس العالم للأندية أعتقد أن هي يعني تجربة حيستفيد منها الجهاز الفني خلال المرحلة القادمة واحتكاق قوي جدا جدا مع أفضل فرق العالم إن شاء الله لنا دي الأهلي يشارك في النسخة المقبلة ويكون عندنا القدرة أن نحن نحقق ميداليا في مونديال كأس العالم للأندية لكرة ألياد ترجمة نانسي قنقر